يعني السنة في الامتحان لم يقال ايه? قال عندي ما العلاقة بينها حروب روسيا الخارجية حروب روسيا ايه الخارجية وايه تانية واستاذ وتغير اوضاع مصر السياسية في النص التاني من القرن التمنتاشر النص التاني من القرن التمنتاشر 1768 ليه حركة عالي بيك الكبير طب ايه في كتاب المدرسة مكتوب ايه 1768 ولا النص التاني من القرن التمنتاشر مكتوب 1768 طب هو غيرها في الامتحان عملها النص التاني من القرن التمنتاشر يعني ما اصبح فيه صلاحية انه يغير السنة القرن ويغير العهد بشخصية يعني نقول مثلا في ظل تطبيق الاحتقار هو هو في عهد محمد علي سقوط الاحتقار بيحتوي اصرة محمد علي عباها السعيد اسماعيل كوفيق نركز معايا هلأ السؤال كان يقول ايه تعاظم دور الملاك في ظل الاحتلال الصغة في 2016 اتغيرت شال كلمة الاحتلال تعاظم دور الملاك في عهد توفيق عايز اقول لكم كان حدث مروع في ابتحان 2016 طلب كتير جدا مذاكرة تعاظم دور الملاك في عهد اسماعيل قالوا السؤال غلط وعلى هذا الناس بقى كتبت اسماعيل الناس ما كتبتش ناس ايه عياطة الناس عملت لنخلي بانه هو من عنده صلاحية انه يحول العهد الاسم او يحول العهد التاريخ او يحول التاريخ الى ايه الى القارن ده اللي احنا بنشوفه في الامتحانات الجديدة وإحنا مش عايزين تأثير لان البوكلت ما فيش وقت للتفكير فيه كتير انت داخل جهاز ايه 48 مش 48 نقطة ده 40 نقطة وعندك اربعة بتختار منهم بتحلهم وعندك المقارنة نقطةين في اربعة يعني 8 يعني 48 نقطة يعني اقل حاجة عندك 3 دقايق النقطة ما توقفش عليها اكتر من 3 دقايق فمش محتمل ابقى تفكير التفكير من دلوقت والتعليم من دلوقت طيب لما نجي نتكلم على الصناعة في ظل الايه الاحتلال البريطاني الاحتلال لما دخل مصر تعرضت الصناعة للتدهور للمرة التانية تعرضت بعد الغال احتقار طيب اعرضت تعرضت الصناعة في مصر للتدهور مرتين مرة بعد سقوط الاحتقار ومرة بعد دخول الاحتلال وسبق واخدنا الكلام ده في تطبيق بلتاليمان لما قلنا ايه بلتاليمان لما قلنا نتيجة لسقوط بلتاليمان دخول استثمارات اجنبية في مجال المال وتوظيف الاموال بمقتدر اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول الاوروبية الاجانب هيدخلوا في لسهم البلد ويشتغلوا في مجال التجارة في كل شيء بقى استثمار زراعة صناعة تجارة تعليم اي حاجة نفس الكلام بنعيده هنا تاني ازاي بنقول دخلت البضائع الاوروبية الى الاسواق المصرية التي قامت فيها الحكومة في هذه الفترة بحماية الانتاج الاوروبي ازاي ليه نقول دخلت البضائع الاوروبية السوق المصرية بمقتدر معاهدات حماية وامتيازات مع الحكومة المصرية ومختلف الدول الاوروبية وبذلك وضعت الحكومة المصرية الصناعة المصرية في منافسة غير متكافأة امام مسيلاتها الاجنبية ده المقدمة عندي اهيه يعني نقدر نقول هنا تدور الصناعة في اخر القرن التسعتاشر او نقدر نقول في بداية الاحتلال ايه السبب حكومتنا وضعت الصناعة في منافسة غير متكافأة مع مسيلاتها الاجنبية ليه يا استاذ معاهدات حماية وامتيازات طيب قول لكم